السؤال 47 سؤال جميل بيقولي الدائرة المقابلة في حالة رانين إذا كان بس هنعدل ملف الحس غير مهمة للمقاومة فإن القيمة الفعالة لجهد المصدر المترادل لو الدائرة في حالة رانين هيبقى فرق جهد المصدر عبارة عن فرق الجهد بين طرفي المقاومات اللي في الدائرة طيب أنا عندي كم مقاومة؟ عندي المقاومة دي وفرق الجهد بين طرفيها 20 فلت وعندي كمان مقاومة للملف فرق الجهد في VR للملف أنا مش عارفاها لازم أعرف فرق الجهد المقاومة للملف علشان أجمع فرق الجهد بتاع المقاومة اللي هنا مع العشرين ويبقى هو ده الفي المصدر طيب هنتعامل إزاي؟ أنا دلوقتي عارفة الفي توتل بتاعت الملف الفي توتل ملف بالساوي 50 والمفروض الفي إل لازم تبقى 30 فلت عشان يبقى في رانين لازم فرق الجهد المكسف يساوي فرق الجهد الملفي بلازم الفي إل بتلاتين تمام؟ يبقى الفي أر هجيبها إزاي؟ هتعامل إن الفي توتل للملف بتساوي الجزر التربيعي لفي أر تربيع زائد الفي إل تربيع لو أنا عايزة الفي أر هقول الجزر التربيعي للفي توتل تربيع بتاعت الملف اللي هي 50 تربيع زائد 50 تربيع زائد الفي إل اللي هي الأصول تبقى 30 زي المكسف تربيع زائد لازم الفي سي تساوي الفي إل عشان تبقى تديرى في حالة رانين هتطلع معايا الفي أر قيمتها 40 قوم الفي أر معلش أسفل 40 فولت عشان دي فولتات يبقى إحنا هنقول كده 40 فولت يبقى المقاومة اللي هنا 40 فولت والمقاومة اللي هنا 20 فولت يبقى فرق الجهد عبر المقاومات كلها كام؟ هيبقى 60 يبقى المصدر هيبقى 60 فولت